شهدت قرية المكس بمدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد ختم أعمال القافلة الطبية لمبادرة رئاسية حياة كريمة واستمرت أعمال القافلة لمدة يومين بالقرية تم خلالها توقيع الكشف الطبي على 300 حالة وتم صرف العلاج لهم بالمجانة ضمت القافلة العديدة من التخصصات الطبية ويأتي ذلك في إطار توجهات وزارة الصحة لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للقرى النائية بالمحافظات الحدودية قوافل حياة كريمة في الوادي الجديد نفذ شهريا بمعدل 8 قوافل 16 يوم قوافل وعلى مدار الشهر الماضي تم الكشف على حوالي 5000 مواطن من سكان الوادي الجديد في القرى الأكثر احتياجا والقوافل دي تم الفحص الإكلينيكي بالنسبة أو توقيع الكشف الطبي على المترددين وعمل الإشاعات والتحاريل اللازمة بالإضافة طبعاً إنه لو فيه حد محتاج تدخلات جراحية بنحاوله الأقرب مستشفى وبتلقى العلاج هناك العلاج الجراحي ولو فيه أي أدوية بتصرف في القوافل طبعاً لكل المترددين بتصرف بصورة مجانية ترجمة نانسي قنقر